اشتركوا في القناة دوري السوبر لكرة السلام مشوار طويل مع التمانية الكبار الاهل الزمالك الاتحاد الجزيرة سموحة طلاق الجيش مصر التأمين والمصري الاتصالات هؤلاء هم التمن فرق اللي هيلعبوا هينفسوا على دوري السوبر بإذن الله زي مولت لحضراتكم المباراة تقام في تمام الساعة الثامنة إن شاء الله وهنلئل على الهواء مباشرة وزي ما قلنا دي أول مباراة النادي الأهل السنادي مع نادي طلاق الجيش النادي الأهل بقيادة مستر أجوستي بوش ونادي طلاق الجيش بقيادة القدير طبعا كابتن أشهر توفيق المباراة لن تكون سهلة بالمرة وأكيد إن شاء الله نتناولها فنية وتحليليا بفترة كافية قبل انطلاق اللقاء ولكن قبل ما نروح لمباراتنا الحقيقة عايزين النادي الأهل من فترة بسيطة أعلن عن بيان الأهل يواجه بيراميز إن شاء الله باستاذ القاهرة والسماح للجماهير بأدوات التشجيع نجحت الجهود التي بزلها مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة طبعا كابتن محمود الخطيب وبعد التواصل مع كافة الجهات المعنية تمت الموافقة على نقل مباراة الأهلي وبييراميز في الأسبوع الحادي عشر بالدولة والمقرر إقامتها يوم الاثنين القادم بإذن الله لتقام باستاذ القاهرة بدلا من استاذ وي السلام هذا وتقوم لجنة المباراة بالتواصل والتنصيق حاليا مع الجهات القائمة على تنظيم المباراة لتيسير عملية الدخول بالنسبة للجماهير النادي الأهلي واستحاب أدوات التشجيع التي تم الاتفاق عليها بموافقة الجهات الأمنية طبعا هنا النادي الأهلي زي ما حضركم عارفين مجلس إدارته برئاسة الكابتن محمود الخطيب مش بعيد أبدا عن نبض الجماهير وده كان مطلب الحقيقة لجماهير النادي الأهلي يمكن كان لها مطلب كبير إن تعود تاني مباراة النادي الأهلي على الأستاذ وفي استجابة سريعة من مجلس دات النادي الأهلي الحقيقة اللي مش غريب على هذا المجلس أبدا أنه يستجيب لنبض الجماهير تم نقل المباراة على أستاذ القاهرة وأيضا كان جماهير النادي الأهلي بتطالب أكيد بدخول أدوات التشجيع الحقيقة اللي بتساعدهم بشكل كبير على التواجد بقوة ومؤذرة الفريق وكانت الاستجابة سريعة وكان قبل كده كان مجلس إدارة شكل لجنة طبعا برئاسة الكابتن أو معالي الوزير العامري فاروق وبعضوية كل من طبعا الدكتور محمد شوقي والدكتور مهند مجدي والمهندس محمد سراج الدين هذه اللجنة كانت معنية بالتنصيق التام لدخول الجماهير وطبعا تسديل كل العقابات زي ما حضراتكم شفتم وده أكيد خطوة جيدة جدا زي ما قلت لحضراتكم مجلس إدارة النادي الأهلي بروح الفنان الحامر الحقيقة هو مش بعيد أبدا أبدا عن نبض الجماهير بيحس بيه بيحس بطلباتهم وده اللي حصل النهاردة وده أكبر بيان ولكن كمان قبله إعلان مبارح عن إلغاء طبعا الدعوات المجنية وطبعا كل ده هيوجه أكيد لدخول أكبر عدد من الجماهير طيب حاجة جيدة جدا جدا من مجلس إدارة النادي الأهلي أنه يبقى قريب من الجماهير وسامع وحاسس وزي ما حضراتكم شايفين كل أعضاء اللجنة اللي اتشكلت من قبل مجلس الإدارة كلهم الحقيقة قبل ما يكونوا أعضاء مجلس إدارة هم جماهير درجة ثالثة محبة وعاشقة للنادي الأهلي وجماهيره فكان لازم تكون الاستجابة السريعة الحقيقة أكيد بنحيي بجلس إدارة النادي الأهلي على هذه الخطوة واللي هيتبعها خطوات تانية أكيد إن شاء الله في التنصيق بتزليل كل العقبات أمام جماهير النادي الأهلي واللي ده دايما بيطالب بالجماهير إن شاء الله بإذن الله تعود روح الانتصارات وتعود الانتصارات قطر الانتصارات مرة أخرى للفريق وده إن شاء الله هيتم بوجود اللاعب رقم واحد ألا وهو جمهور النادي الأهلي طيب حقيقة بل مطلع أيضا للستوديو التحليلي وتحليل المباراة نتمنى كل الشفاء كأسة برنامج الأبطال وأيضا قناة النادي الأهلي بالكامل نتمنى الشفاء لمشجع نادي الاتحاد المصاب والحقيقة اللي هو بيركد دلوقتي في المستشفى إسلام لاتصاب الحقيقة وتعرض لإصابة قوية في مباراة السوبر ما بين الأهلي والاتحاد نتمنى له كل الشفاء ربنا يا ربي يشفيه ويقوم بالسلامة ويرد تاني الأهل بالسلامة ويعود مرة أخرى يقاذر فريقه فريق الاتحاد السكنداري الحقيقة كل دعواتنا وقلوبنا معاه إن شاء الله يعني اللي احنا عارفين واللي سمعين يعني الحمد لله عدت 48 ساعة الخطر اللي كانت بعد الإصابة مباشرة بعد العملية وهو دلوقتي يعني فيه تحسن طفيف دلق لناه على السوشيال ميديا تحسن طفيف وإن شاء الله أكيد محتاجين تحسن دعواتكم معنا كل جمهير النادي الأهلي تدعيله لأنه الحقيقة بصرف النظر عن انتماءات الجماهير ولكن في الأول والآخر سلامة كل فرد من المشجعين النادي الأندية الأخرى أكيد طبعا يعني يهمونا وسلامتهم تهمنا طيب حاجة تانية في هذا الصدد برضو يعني ما يفوتناش أبدا نحن نوجه الشكر أكيد لمعالي الوزير عامل فاروق ودكتور محمد شوقي اللي كانوا بيحضروا المباراة وحصل هذا الموقف هم موجودين ولم يغادروا الملعب بل بالعكس هم طبعا ذهبوا إلى المستشفى مع المصابين وكانوا مع طبعا حج محمد مصالح رئيس نادي الاتحاد وكل طبعا المسؤولين هناك وكانوا جنبا إلى جنب بيتطمنوا على سلامة مصابين جمهور نادي الاتحاد واللي خرج منهم يعني كم كبير وبناء على البيانات اللي خرجت من نادي الاتحاد ويتبقى إسلام إن شاء الله ربنا يشفيه وكان فيه تنصيق وبيان خرج عن النادي الاهلي طبعا كل ده كان بالتنصيق مع كابتل محمود الخطيب رئيس النادي وطبعا تم نقل الثلاثة المصابين اللي محتاجين رعاية بشكل متخصص بالتنصيق مع النادي الاهلي لأحد المستشفيات التابعة طبعا أو المتعاقدة مع النادي الاهلي عشان يتلقوا الرعاية اللازمة أو اللي كانوا محتاجينها في ذلك الوقت طبعا بنشكر معاني الوزير العمري فاروق وأيضا الدكتور محمد شوقي وده مش غريب عليهم ودايما زي ما قلت لحضراتكم النادي الاهلي تربطوا علاقات طيبة جدا مع جميع الأندية والنادي الاهلي دايما دايما بينسى كل شيء المهم سلامة الجماهير وده الحقيقة اللي شفناه طبعا من مبثلي النادي الاهلي كانوا في الملعب في ذلك الوقت كانت خد العوضي أيضا كان موجود وبرضو لم يغادر طبعا الصالبة لاتجه على المستشفى سواء في 6 أكتوبر أو هنا في المهندسين اللي اطمئنا على جماهير نادي الاتحاد نتمنى الشفاء العاجل الإسلام ربنا أقومه بالسلامة ويرجع تاني ينور مدرجات نادي الاتحاد ويقازر فريقه كما يحب ويبقى وسط صحابه وأهله إن شاء الله أعزائي المشاهدين خليط لعلي فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل لشانستقبل ضيوفي عشان نتناول مباراة اليوم النهاردة الأهلي وطراق الجيش اهلا بحضراتكم من جديد وبنفكر حضراتكم إن شاء الله المباراة ستقام الساعة الثامنة من صالة الأمير عبدالله الفيصل ومقر النادي الأهلي بالجزيرة ولا مش هيدر يشوفنا على شاشة قناة النادي الأهلي بنفكر حضراتكم المباراة متدعة في بث مباشر على صفحتنا على يوتيوب وأيضا على صفحتنا على الفيسبوك برحب ديوفي المنوران في استوديو برحب في البداية بالكابتن طاهر رجب نجم نجوم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر وعضو لجنة انتقاء الموهب الحالي ورئيس قطاع الناشئين والنشآت السابق من نادي الأهلي أهلا بيك كابتن طاهر أهلا بيك كل سنة وحدة طيبة برحب نيك كل سنة طيبة من رحب بكابتن محمد سلعاوي طبعا نجم نجوم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق وعضو لجنة انتقاء الموهب الحالي بننادي الأهلي أهلا بيك كابتن محمد كل سنة وكل جمهور النادي الأهلي بخير وصنة سعيدة علينا إن شاء الله إن شاء الله كانت تنتهر أجل حضرتك في استعراض سريع طبعاً عشان خلاص فاضل يعني دقائق وتنطلق المباراة نستعرض مع حضرتك والجمهور النادي الأهلي قائمة جهاز الفني لرجال سالة أهلي فاضل كبت جهاز كروت سالة النادي الأهلي الأسباني أوجستي بوش مدير فني كابتن أحمد الجرح مدرب عام كابتن رامد دياستي مدرب كابتن طرق الغنام مدير إداري دكتور وليد الخراط إداري دكتور طبيب محمد جاد كابتن هيسم الضبع أخصائي علاج طبيعي أو الدكتور هيسم كابتن محمد عيسى أخصائي تدليك ومساج كابتن علاء اللطفي أخصائي أحصائي محمد الشيحي مخطط أحمال نادر خزام أخصائي تغذية محمود فاهمي تصوير مصور الفريق حمد الكاس خدمات معاونة تماما كابتن وأستاذ الحضراتك خلينا نروح لقائمة الفريق واللي منها سيتم اختيار 12 لعب نقولهم لحضراتكم بس هنستعرض القائمة كاملة وبعد كده هنوضح لحضراتكم مين اللي هيكون جوة تشكيل ومين اللي هيكون برا نتيجة الإصابة تفضل لك محمد طارق خيري مؤمن طارق خيري عمر عزب إيهاب أمين عمر الجندي مروان سرحان سيف سمير ياسين عمر كريم حاتم محمد أحمد سعد أحمد مهيب وولتر هوج المحترف أحمد اسماعيل محمد أبو النصر عبدالله ناصر عمر طارق عمر عماد كابتن يعني يمكن إحنا جلنا منذ لحظات الـ 12 لعب في النادي الأهلي أستاذ حضرتك يعني توضحهم للسادة المشاهدين أن إحنا الأسام اللي عضنا على حضراتكم دول 18 لعب قوام الفريق ولكن الـ 12 لعب المسجلين النهاردة نتفضل كابتن طارق الـ 12 لعب المسجلين النهاردة في الاسكور عمر علاء زهران مؤمن طارق خيري إيهاب أمين عمر الجندي مروان سرحان كريم حاتم أحمد مهيب والتر هوج المحترف محمد أبو الناصر عبدالله ناصر عمر طارق وعمر عماد ناشئ من 20 سنة إذن تشهد قائمة النادي الأهلي النهاردة ومشاركة عدد كبير من الناشئين وذلك لوجود إصابات يعني يمكن سيف سمير مصاب عندنا طبعا عمر عزب على ما أعتقد كمان مصاب يعني هنستعرض مع حضراتكم أكيد من خلال مريم سميح مرسلتنا في أرض الملعب أكيد هتقول لنا الوضع بالزبط يا روح لكابتن سلعوي يعني يمكن محتاجين برضو نستعرض مع سادة مشاهدين الجهاد الفني بقيادة القدير كابتن أشرف توفيق لنادي طلاع الجيش تفضل كابتن بتكون الجهاز الفني اللي طلاع الجيش من العميد وقل لطفي رئيس جهاز أشرف توفيق مدير فني أحمد الجزار مدرب عام وسامة بلال مدرب ناصر عناني مدير إداري ميد ربيع إداري الدكتور وليد عبوهاب طبيب الفريق الدكتور ريمون راشد إخصاء علاج الدكتور يوسف راضي مخطط أحمال إسلام عفيفي إحصائي ومحلل تقني محمد عبد السمية مهمات أشكرك كابتن سلعاوي وأستأذن حددك لو نستعرض مع السادة المشاهدين أيضا قائمة فريق لعبي نادي طلاع الجيش رامي غانم محمد تامر كريم حلمي مؤمن موسى إسلام علي أحمد السلعاوي محمد فؤاد هادي أسامة أحمد خانكة أحمد سامي جابريل برادو ده لعب أمريكي محمد أشرف محمد القوسي زياد دهشان يوسف المعداوي شريف الدياستي إبراهيم أمين ويمكن كابتن سلعاوي أستاذر حددك تلقينا من أرض الملعب يعني 12 لعب اللي سيكونون مشاركين النهاردة من نادي طلاع الجيش خلينا أروم لحضراتكم كريم حلمي مؤمن موسى إسلام علي أحمد السلعاوي محمد فؤاد أحمد خانكة أحمد سامي محمد القوسي زياد دهشان يوسف معداوي شريف الدياستي إبراهيم أمين وخلي بالحضراتكم يمكن هذه القائمة يمكن ستة منها من أبناء النادي الأهلي خلينا نطلع لفاصل أعزائي المشاهدين ونرجع بعد الفاصل نتابع تغطيتنا المستمرة الأهلي وطراء الجيش في مستهل مشوار النادي الأهلي في دور السوبر لكرة السلة موسم 22-22-23 ولكن بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد ومفكر حضراتكم مباراة كرة السلة الأهلي وطلع الجيش ستكون في تمام الساعة الثامنة ولمش يقدر يشوفنا على شاشتنا على شاشة قناتنا دي الأهلي يقدر يتابعنا على قناتنا على اليوتيوب وأيضا على صفحتنا على الفيسبوك وعشان نشوف أكتر ونعرف أجواء ما قبل المباراة خلينا نروح لزملتنا العزيزة مريم سميح من الأرض الملعب عشان تنقل لنا أجواء ما قبل المباراة فضالي أمري برحب بك كابتن هاتم وبرحب بضيوفك آل كرام كابتن محمد سلعوي كابتن طاهر رجب برحب بكل مشاهدي قنات الأهلي في كل مكان يوم جديد وجولة جديدة والنهاردة طبعا الجولة الأولى من دور السوبر اللي هي كرة السلة رجال واللي طبعا أكيد يعني بيقوم عليها تحديد الفرق من المركز الأول وحتى المركز الثامن الحقيقة أن النهاردة بدايتها يعني يوم 30-12 والحقيقة أن هي هتنتهي الحقيقة بعد الثلاث أشهر من الآن يعني تقريبا يوم 13-3 وتحديدا يوم 13-3 وهيكون فيه منتصف هذه الفترة توقف لمدة شهر من يوم 3-2 وحتى يوم 6-3 طبعا منتمنى كل النهاردة للنيدي الأهلي أمام تلاقع الجيش في هذه المباراة الهمة جدا لخلاص يعني دقايق وهتبدأ زي ما انت شايف من خلف يعني يا كابتن هيثم يمكن عمليات الإحماء بدأت من حوالي الساعة السبعة ونصف الحقيقة أن النهاردة يعني الفرقتين دخلين يمكن في البدايات فيمكن المعنويات مرتفعة يعني بعض الشيء ما فيش يمكن كان تركيز شديد جدا سواء من نادي الأهلي أو نادي طلاقع الجيش على يعني تدريبات معينة ولكن كل يعني فرقة ركزت أو كل مدير فني سواء المدير الفني الإسباني مصر أو جاسي بوش أو طبعا مدير طلاقع الجيش كابتن أشرف طفيق الحقيقة أنهم كان لهم ترجيز على هذه المباراة منفردة الحقيقة طبعا أن فيه يعني إصابات سواء في فريق النادي الأهلي وأيضا إصابات في نادي طلاقع الجيش ولكن الحقيقة أن النادي طلاقع الجيش داخل النهاردة المباراة بعدد إصابات أكبر بلاعب واحد يعني يمكن النادي الأهلي عنده ثلاث إصابات هما سيف سمير وعمر عزب وأيضا يعني أحمد اسماعيل ولكن طلاقع الجيش عنده أربع إصابات ويمكن الإصابة الهمة أو يعني أولى هذه الإصابات هو المحترف جابريل بلاردو وأيضا هذه أسامة ومحمد أشرف ومحمد فؤاد دي الأربع إصابات اللي موجودة عند النادي الأهلي الحقيقة يعني النادي الأهلي استعد خلال الفترة الماضية يعني كانت تدريبات الحقيقة أنه هو التدريبات كانت طبعا أكيد مستمرة من قبل مباراة كأس السوبر أمام الاتحاد واللي طبعا أكيد يعني توقفت أو انتهت بسبب الأحداث المؤسفة اللي حصلت فيها وكانت تدريبات مستمرة من قبل هذه المباراة والحقيقة أن مستر أجوستي بوش الحقيقة أنه هو لم يوقف هذه التدريبات يعني يمكن التدريبات الأخيرة كان فيها تركيز كبير جدا طبعا فيه يعني الجزء الخاص بتكثيف الجرعات التدريبات التخصصية ويعني لكل اللعبين وأيضا يعني الحالة البدنية لكل الفريق والمهارات الخاصة طبعا للعبين والحقيقة أن مستر أجوستي بوش كمان كان يعني الحقيقة قرر أنه هو يركز بشكل كبير جدا بعض النقاط الخاصة وبعض النقاط الضعف تحديدا اللي ظهرت خلال طبعا يعني مباراة الأهلي والاتحاد في المنافسة على كأس السوبر الحقيقة يعني أن زي ما أنا قلت في البداية يعني يمكن كابتن أشرف يعني ملم بالأمور يعني من حوالي ثلاث سنوات كان هو مع الفريق يعني يمكن دي ذكرى طبعا يعني بقالها سنتين عفوا أنه هو طبعا كان بالفريق النادي الأهلي في نهاي دوري المرتبط الكلام ده كان من سنتين أو تحديدا يوم تسعة وعشرين اتناشر عشرين عشرين كان هو متولي طبعا تدريب النادي الأهلي لما فوزنا في نهاي دوري المرتبط على نادي الاتحاد السكندري يمكن هو ملم يعني بكل أمور النادي الأهلي ولكن طبعا يعني صعب أنه هو يكون على دراية بكل الخطط اللي بيضعها مستر أجوستي بوش الحقيقة نحن أكيد بنتمنى كل التوفيق في هذه المباراة طبعا النادي الأهلي أمام طلاقع الجيش وأكيد طبعا هنكون مستمرين معاك يا كابتن أي تقصد عقب انتهاء المباراة ماليم سميح زماليتة من العرض الملعب شكرا جزيلا أفتنا الحياة بمعلومات كثيرة وخليني برضو أوضح لحضراتكم طاقم تحكيم اليوم وهيتولى تحكيم المباراة الكابتن عمر زاهد كحكم أول كابتن سامح زاكي وأمير المحمدي دول حكام أو طاقم تحكيم اليوم وزماء وضحنا لحضراتكم هو المباراة تأتي في مستهل هذا الدوري أو دوري السوبر واللي هيستمر لمدة ثلاثة شهور كابتن يمكن برضو محتاجين كابتن سلعوي نستعرض مع السادة المشاهدين جدول المباراة يمكن برضو مهم جدا للسادة المشاهدين يعرفوا موقيت ومواعيد مباراة الأهلية القادمة تفضل لك كابتن سلعوي الأهل يوم الاثنين الجاي إن شاء الله هيقابل فرقة المصرية للاتصالات في ملعب المعادي تمام ويوم الخميس هيلعب الأهل مع مصر سامين في النادي الأهلي والاثنين هيلعب مع سموحة في الأهلي ويوم اللي هو الاثنين تسعة واحد يوم تلتاشر واحد الجمعة هيلعب مع الزمالك في الزمالك نعم يوم ستاشر واحد الاثنين اللي هو يوم موافق الاثنين هيلعب مع الجزيرة في ملعب السادة القاهرة ويوم الجمعة عشرين واحد هيلعب مع الاتحاد السكنداري في النادي الأهلي ده لجدول مباراة الدور الأولاني بالنسبة للنادي الأهلي طيب الدور الثاني يا كابتن هيبقى يوم 29 واحد صح او لا انا غلطان هيبقى 23 الاتنين 23 واحد 27 30 3 6 10 13 بس زم ما وضحت زملتنا مريم سميح هيتوقف الدوري آخر مباراة يكون 27 واحد هتبقى يوم الجمعة وهتبقى موراة العودة للأهل ومصير التصالات وبعد كده هتوقف لا 30 واحد 30 واحد لا عندنا 3 اتنين لا 3 اتنين جمعة 3 اتنين آخر مباراة 3 اتنين الجمعة صح وهتوقف العشرة 3 هتوقف لغاية 6 تلاتة 6 تلاتة هتبقى العودة 6 تلاتة ان شاء الله 3 اتنين هتوقف عشان الويندو الأخيرة لمنتخب مصر والقرة السلة المؤهلة للكأس العالم واللي هكون على طبعا أرض مصر الحبيبة وهيكون ان شاء الله في بعديه أربع مباريات طيب الدور ده خلينا اشتح لحضراتكم سريعا نظام الدوري هذا الموسم زي ما حضراتكم عارفين كان فيه دور الستاشر فيه ستاشر فريق شاركو فيه المرتبط تم ترتيبه من الأول للسادس عشر الأول لعب الستاشر وكان النادي الأهلي هو الأول لعب الزهور مباريتين لعبه بيست اوف تري والنادي أهلي فاز في مباريتين مع الزهور وتأهل بناء عليه إلى التمانية الكبار ونادي تلاقي الجيش لعب هليوبلس وفاز عليه في مباريتين وتأهل أيضا إلى التمانية الكبار بعد كده بيلعبوا التمانية بيلعبوا السبعة رايح وسبعة جاي أربعتاشر مباريت بعد كده بيتم التحديد الترتيب أول للتامن ومبتد الأدوار الإقصائية الأول بيلعب الثامن والثاني بيلعب السابع والثاني بيلعب السادس والرابع بيلعب الخامس زي الدوري أو نظام الدوري المتبع من حوالي أربع أو خمس سنوات ولكن تحدي السلة هذا الموسم الحقيقة وضح الموعيد يعني قبل انطلاق البطولة يمكن شوية الدوري برضو هيتوقف عشان مشاركة النادي الأهلي في إبريل في تصفيات مجموعة النيل لبسكتبول أفريكا اللي يجي اللي هتتعامل إن شاء الله على الأرض مصر ونادي الأهلي هيشارك فيها كممثل أو كبطل لمصر طيب الحاجة التانية أنه النادي الأهلي السنة دي خاد تلات بطولات خاد تلات بطولات حتى الآن يمكن منهم بطولة لم تكتمل البطولة الأولى كانت بطولة عربية وصل مباراة نهائية ولم يوفق فيها البطولة التانية كانت المرتبط وفاس بها النادي الأهلي البطولة التانية كانت مباراة السوبر المصري كانت من اتحاد المسكنداري والتي شهدت طبعا الأحداث المؤسفة ودي كانت ودي كانت طبعا يعني لم تكتمل المباراة وما صرح الحقيقة بين يد اتحاد السلة ولكن سلامة الجماهير هي الأول بستأذن ضيوفي وأستأذن حضراتكم هنطلع لفاصل وبعد الفاصل هنروح لصالة الأمير عبدالله الفاصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة لنقل أحداث وابرات كرة السلة الأهلي وطلع الجيش مع معلقنا الكابتن وقل أبو العزم فإلى هنا اشتركوا في القناة